اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء خالد بكري رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات مشروعات شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محافظة القاهرة فضلا عن عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية وفي هذا الإطار تم عرض الموقف التنفيذي لمجموعة الطرق والمحاور والكباري الجاري إنشاؤها في إطار المراحل المختلفة من تطوير شرق القاهرة خاصة بمناطق مدينة نصر وجسر السويس ومخطط ربط محطة عدل منصور بالمطار إلى جانب التطوير المعمري والإنشائي الجاري في إطار المخطط العام للأراضي المحيطة بمحاور مطار القاهرة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتنفيذ محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس على أن يطلق عليه اسم محور شنزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق مع تنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية كما وجه السيد الرئيس بمراعاة توفير كافة الخدمات المتكاملة للمواطنين بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها وتلك التي تمت بالفعل بما فيها من محطات الوقود وذلك لتوفير عوامل الأمن والسلام للمواطنين وكذا لما لهذا المخطط من عائد استثماري وتوفير لفرص العمل كما اطلع السيد الرئيس على نماذج التصميمات الجديدة المتطورة للجامعات الأهلية بالإضافة إلى الموقف الإنشائي والتنفيذي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة حيث وجه السيد الرئيس بتطبيق المعايير الثابتة بالاهتمام بالتنصيق الحضاري وبزيادة المساحات الخضراء والزراعات وتحقيق أكبر قدر ممكن من توسعة الطرق والحارات المرورية كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد رونالد لاودر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأمريكية وفي هذا الصياق أكد السيد الرئيس استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وكذلك أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي المتبادل لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تفرض المزيد من التنصيق والتشاور المنتظم بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة إلى جانب مواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف من جانبه أشاد لاودر بتميز العلاقات التي تجمع مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعضة مثمنا في هذا الإطار دور مصر في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بقيادة السيد الرئيس والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف وكذلك الجهود المقدرة للسيد الرئيس في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تترق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط حيث أكد السيد الرئيس أهمية دفع العمل الدولي في الوقت الراهن نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية وهو الأمر الذي من شأنه فتح آفاق الاستقرار والإزدهار والتعايش السلمي لكافة شعوب المنطقة موسيقى 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 موسيقى